خلال كلمتي أمام اجتماع رؤساء المحاكمة الدستورية أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بوليس فهمي أن الظروف المعاصرة التي تكتاح العالم بأسره توجب على الدول الأفريقية تبادل الرؤى الدستورية والأفكار القانونية لما يعرض من مسائل تحتاج لقرارات عاجلة وأوضح المستشار بوليس فهمي أن الاجتماع اتخذ قضية تنمية الشعوب الأفريقية عنوانا له الظروف المعاصرة التي تكتاح العالم بأسره وإفريقيا في القلب منه توجب علينا تبادل الرؤى الدستورية وتداول الأفكار القانونية فيما يعرض من مسائل لا تحتمل إلا إنجازاً آنياً ولذا فقد طراء للجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا المصرية إنشاء ملتقاً بحسي بمسمى المركز الإفريقي للبحوث الدستورية والقانونية يشرفني أن أعرض أهدافه التفصيلية وأدوات تنفيزه ووسائل إدارته في إحدى جلسات عمل الاجتماع متوخياً من ذلك أن يكون إنشاء هذا الملتقى البحسي تطبيقاً عملياً للرؤى التي يفرزها اجتماعنا في دورته السادسة